اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان اللقاء بالجمع للأعلام يشفي غليل القلب والأحزان اشتركوا في القناة 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 وإحياء للإسلام وإحياء للكيم والمفاهيم الكبرى التي ينبغي أن يعيش الإنسان لأجلها في هذه الحياة نشكر الله سبحانه وتعالى لأن من علينا بهذا الفضل حيث جمعنا في هذا المكان لنحيي هذه الذكرى وصل اللهم على محمد وعاله طيبين الطاهرين وسلام عليكم ورحمة الله برحمة الله لا يأتي إلا بعد أن يعرف الناس أن الباطل هؤلاء الدعاية هؤلاء لهم يدعون الأجابة يدعون دفاع الحبوب الإنسان هؤلاء أصحاب المؤمة والقلية والبهر هؤلاء الباطل وعرفوا المذنوبين البلوم بعيدا الظالم إذا عرفوا ذلك الإمام لا استيعطي يعني عيدة الإمام الأسى عليه السلام لأنه لا يكون المذنوبين عند الناس ولكن إلى مثل هذه المذنوبة الآن وسرعتها جداً في حوية الناس تثبيبهم تبصيرهم بصيرة التي انتشر فرعانا أظن أن يكون من المميّدين بدور إلا ربما جاء عليه السلام ونهل كذلك أن نصر أن يكون ننفسوا أعظم في هذا الأمر بمقرار مبسطته يكون نحنون الذين نبين الحب من الباطل وندعو الناس إلى الحب حتى إذا جاء الإلام عليه السلام ورفع سوك العذابة في كعبة المشرفة يأتون من إذا جاءك هذا الآيو الكريم ونحن نعلم في دين الله أفواجا فسافر الحمد ربك أصافرني إنهم أمم مكوة والله يعني إلا إنتشراء أقام ربك فير ورحم وتجاوز يا الله سبحان ربك رب العزة أما يسمون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانه سبحانه رب العزة رب العزة رب العزة رب العزة رب العزة